اهلا وسهلا فيكم طلابنا الاعزاء جيلنا جيل 2006 طبعا يا جماعة هذا اول فيديو بصوره انا بالكاميرا الجديدة فاكتبوا لي في التعليقات مبارك استاذ الكاميرا الجديدة طبعا يا جماعة رح اكمل معاكم ان شاء الله بمادة الفصل الثاني رح نبدأ بالوحدة الثانية الدرس الاول اللي هو اسمه النهيات والاتصال الان يا جماعة هذا الدرس كثير مهم وذل اللي بحب يتبع معنا اول باول ويعرف شو فيه اشياء مهمة للتوجيه من اوراق عمل دوسيات التأسيس مثلا اللي رح ينطلق ان شاء الله في بداية شهر رمضان رح اترك لكم يا جماعة رابط لجروبات في اول تعليق تحت رح اترك رابط جروب الشباب لحال ورابط جروب البنات لحال فهي جماعة بدي احكي هذا التحذير لمرة واحدة بس انه ما بدي اشوف شاب بجروب بنات او اشوف العكس تمام كل واحد بفوت على الجروب اللي بينتمي له وخلصنا تمام الان رح نبدأ ان شاء الله في شرح هاي المادة زي ما حكينا من هذا الفيديو فاذا انت بتتابعني جديد لا تنسى تحط اشتراك في هاي القناة الان يا جماعة رح نبدأ انا وانتو مع بعض في حل ايش او في شرح هذا الدرس الاول اللي هو اسمه النهاية والاتصال رح نبدأ جماعة باول اشي فيه اللي هو النهاية عنده نقطة شو يعني النهاية وكيف ممكن اني اتعامل معها بالبداية يا جماعة انا بقرأها زي هيك limit بقرأها لم تمام هيا limit او لم النهاية او برضو النهاية بيصير النهاية لما اكس تقترب من السي لاحظوا اكس سهم سي معناها هاي اكس تقترب من السي للاقتران اف ال اكس تساوي ال ال يعني اي رقم تمام فانا بدي اقرأها هاستري بحكي النهاية لما اكس تقترب من الرقم سي للاقتران اف ال اكس تساوي ال هاي يا جماعة هيك انا بقرأ او بحكي عن النهاية طبعا رح نفهمها اكتر من خلال ايش يا جماعة الرسمي هاي تمام الان في عندي نهاية جماعة بتيجي معاي من جهتين نهاية من اين بتيجي من جهتين ايه جهتين؟ جهة اليمين و جهة اليسار تمام الان في عندك هون هون في عندي رمزة لنهاية بشكل عام اللي هو اكس تقترب من سي تمام اما لما احكم اليمين لازم احط اشارة زائد عند السي او عند الرقم فبقرأها نهاية اف ال اكس لما اكس تقترب من سي من جهة اليمين وهون عندي نهاية اف ال اكس لما اكس تقترب من سي من جهة اليسار اذا كان جوابهم يا جماعة متساوي يعني نفس الرقم ال و ال بقدر احكي انه النهاية بشكل عام شو تساوي يا جماعة؟ تساوي ال ال يعني النهاية بشكل عام بيطلع منها نهايتين و ثنتين نهاية من اليمين و نهاية من اليسار واذا كان جوابهم متساوي بحكي عني يا جماعة الجواب تباحهم يساوي نفس الرقم طيب أستاذ افرض اليمين طلعت رقم واليسار طلعت رقم بحكي النهاية بهاي الحالة يا جماعة غير موجودة تمام طيب خلينا نشوف أول مثال اللي هو مثال واحد فرع واحد بحكي لي جد النهاية التالية طيب أنا هنا في عندي اقتران هيو fx 2x-1 بحكي لي السؤال احسب النهاية بيانيا وعدديا بيانيا يعني من خلال الرسم البياني وعدديا يعني بدي أعرف قيمتها طيب هنا طالب مني المت أو النهاية لما x تقترب من الاثنين للاقتران fx شو الاقتران fx هايو فباجي بحكي السلمت أو النهاية لما x تقترب من الاثنين هايو مكان fx بنسخي جماعة الاقتران هنا شو الاقتران اللي هو 2x-1 طيب بعد هيك يا أستاذ شو المطلوب المطلوب منك بكل بساطة وين ما فيه x تعوض وراها أو تعوض فيها تعويض مباشر قيمة الاثنين يعني راح أحكي تساوي وانا فيه اثنين أصلية بتنزل الاكس بشطبها بحط اثنين هاينا شطبت الاكس نزلت مكانها اثنين ناقص واحد طبعا الاثنين والاثنين بناتهم عملية ضرب اثنين في اثنين هاي اربعة اربعة ناقص واحد الناتجة جماعة كم ثلاث اذا النهاية لما اكس تقترم من الاثنين لهذا الاقتران طلعت جاوبها معي كم يا جماعة ثلاث ممتاز تعالوا بلا نشوف لما نيجي بدنا نحلها بيانيا يعني من خلال الرسم البياني طلعوا كيف انا زي ما بنعرف عندنا محورين محور الاكس ومحور الواي صح هذا الاقتران احنا رسمنا تمام وهي عندي القيم من واحد لثلاث وهنا واحد واثنين الان لحظة يا جماعة هو طلب مني العدد مين هيو اكس تقترب من الاثنين يعني احنا على محور اكس عند الاثنين صح طيب شو قمتها هاي هاي الاثنين بطلع يا جماعة زي هيك عمودي لما اضرب في الاقتران ضربت في الاقتران عند هاي الحلقة المفتوحة شو العدد المقابل لإلها والله يا استاذ العدد المقابل لإلها ثلاث اذا هاي بعبر عنها بالرموز بحكي النهاية هاي هاللمت لما الاكس بتقترب من الاثنين هاي للاقتران اف في الاكس اللي احنا رسمينه شو تساوي يا جماعة جوابها طلع ثلاث اذا هيك انا بكون طلعت الجواب تبحها لاحظ انه بيانيا وعدديا بطلع نفس القيمة يا جماعة عدديا يعني عوض الرقم في الاقتران بيانيا يعني على محور الاكس وين الرقم اللي احنا بدنايه اللي هي هاي والاثنين اطلع فيه مباشرة لما يضرب معك في الاقتران روح على اليسار شو بتلع معك بتلع معك الرقم على محور الواي ثلاث اذا النهاية للاقتران اف في الاكس لما اكس تقترب من الاثنين تساوي يا جماعة كم ثلاث هيك انا عرفتها بيانيا وعرفتها عدديا طيب الآن في سؤال أتحقق يا جماعة أو في فرع اثنين من نفس المثال فرع اثنين ما أعطيني هايو جيل اكس يساوي هذا الاقتران المتشعب المتشعب اللي هو من الوحدة الأولى طيب شو طالب منك السؤال بيحكي لك جد النهاية للاقتران اللي هو اسمه جيل اكس متى لما اكس بتقترب من الثلاث طيب هنا طالب مني جماعة اكس تقترب من الثلاث لكن لما اطلعت على الاقتران المتشعب اجيت بدي اعوضها طب انا في عندي قاعدتين صح ولا لا قاعدة فيها اكس اقل من او تساوي ثلاث وقاعدة فيها اكس اكبر من ثلاث وين المفروض اني انا اعوض الثلاث المفروض يا جماعة نعوض الثلاث في القيمتين نفسهم اللي هي اكس اقل من الثلاث واكس اكبر من الثلاث لاحظة يا جماعة اكس اقل من الثلاث بالرموز في درس النهايات رح نعبر عنها يا جماعة زي هيك النهاية لما X تقترب من الثلاث من أي جهة؟ من جهة اليسار دائما الأصغر هاي الإشارة أصغر نقرأها أو نعبر عنها بالنهايات من اليسار اللي هي عندها إشارة السالب طيب هاي الأكبر بنحكي عنها يا جماعة في درس النهايات اللي هي من اليمين يعني بنحط عندها موجب تمام؟ إذن X أقل من أو تساوي ثلاث هي نفسها النهاية لما X تقترب من ثلاث من اليسار حلو للاقتران F الـ X وتساوي وأنا برضو رح أحسب النهاية لما X تقترب من الثلاث هسا أخذنا اليسار صح؟ اللي عندها السالب هسا بدي أخذ اليمين اللي هي X أكبر دائما هي اليمين يا أستاذ طيب بدي أخذ اليمين فاحكي على ثلاثة مني يا جماعة اليمين للاقتران F الـ X ممتاز وتساوي هسا نهاية الثلاثة من اليسار هاي هيا يا جماعة هاي قاعدتها صح؟ يعني مكان الـ X شو لازم نعوض ثلاث فرح نشطب الـ X شو نحط مكانها يا جماعة ثلاث زائد واحد ممتاز كم ثلاثة زائد واحد؟ أحسنتم طلع معي الناتج أربعة طيب تعالوا نشوف يا جماعة هسا جهة اليمين النهاية لما X تقترب من ثلاثة من اليمين للاقتران F الـ X من اليمين اتفقنا إنها القاعدة اللي تحت معناته مكان الـ X شو لازم نعوض؟ ثلاث صح؟ فرح نيجي نحكي هاي اثنين مكان الـ X رح نشطبها شو نعوض مكانها؟ ثلاث ناقص الواحد اثنين ضرب ثلاثة ستة ستة ناقص الواحد تطلع معك يا سيد العزيز كم الناتج؟ خمسة الآن أنا ليش طلعتها من اليمين واليسار وهنا في السلالة طلعتها مرة واحدة؟ لأنه يا جماعة هنا أنا عندي اقتران متشعب المتشعب فيه لقاعدتين وانت طلبت مني النهاية للثلاثة بشكل عام لكن أنا ما بقدر أحسب لك إياها من جهة واحدة لأنها هي مكررة فوق وتحت يعني إذا كانت مكررة على فترة المتشعب لازم تحسب لي إياها مرتين يا أستاذ تمام؟ مرة من جهة اليسار بتحط لي عندي الثلاثة سالب ومرة من جهة اليمين بتحط لي عندي الثلاثة موجب نفس ما أنا عملت هنا طيب بعد هيك يا أستاذ انتهى الحل لسه هنا إحنا كتبنا قاعدة على السريع حكينا أنه إذا كانت النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار معناته متساويات تمام؟ وبساوي نفس الرقم إذا كانوا النهاية لرقم من جهة اليمين لا تساوي النهاية لرقم من جهة اليسار شو بنحكي عنها يا جماعة النهاية؟ غير موجودة غير ميم معناها غير موجودة فلاحظوا معاي الثلاثة من اليسار للاقتران طلعت معاي أربعة الثلاثة من اليمين لنفس الاقتران طلعت معاي خمسة لو سألتكم هل الأربعة والخمسة متساويات؟ راح تحكولي بكل بساطة لا يا أستاذ غير متساويات بحط يساوي وبناتهم شحطة إنهم غير متساويات بما إنهم غير متساويات راح أحكي له إنه النهاية لما إكس تقترب من الثلاث للاقتران طبعنا إف الإكس شو ما لها يا جماعة؟ أحسنتم غير موجودة إذن هيك أنا بكون انتهى حل هذا السؤال وحكيت لك إنه النهاية للثلاثة غير موجودة يعني اللي فهمناه منك يا أستاذ إنه إذا فيه عندي نهاية وطلب مني عدديا بشيدي الإكس وبعوض الرقم اللي تحت الليمت أو تحت كلمة النهاية طيب أما إذا كان معي متشعب والرقم اللي طلب مني أحسب النهاية عنده كان متكرر فوق وتحت راح نحسبها مرتين مرة بعوضها بالقاعدة اللي فوق ومرة بعوضها بالقاعدة اللي تحت اللي هي اليسار واليمين اليسار أصغر اليمين أكبر طيب لو جيت عوضتهم يا أستاذ طلع معي كل واحدة رقم شكل بما أنه كل واحدة رقم شكل معناته النهاية غير موجودة بتطلع تمام؟ لكن إذا كان الرقم متساوي بقول لك لا يا عمي النهاية موجودة وتساوي نفس الرقم جود جود تعالوا بالله نشوف السؤال يا جماعة أتحقق من فهمي نشوف إحنا فهمنا ولا بس هيك بنسلك يلا تعالوا نشوف السؤالة تحقق فرع إيه بحكي لي بدي الليمت النهاية لما إكس تقترب من واحد للاقتران إفل إكس مين هو الاقتران إفل إكس؟ هايو إكس تربيع فرح أجي أكتبها زي هيك بالرموز الليمت النهاية لما إكس تقترب من الواحد لمين يا جماعة لإكس تربيع وتساوي هنا بحسبها بس مرة وحدة إنه بعوض الواحد مكان الإكس تربيع فبصير واحد تربيع ولا الجواب واحد يمكن تستغرب واستاذ ليش ما أخذت يمين وما أخذت يسار لإنه يا جماعة عندي قاعدة وحدة أنا ما عندي هنا اقتران متشعب عندي اقتران عادي إلو قاعدة وحدة عوض فيها الرقم وخلاص يعطيك العافية أما بفرع بي لحظه معاي عندي اقتران متشعب صح ولا لا وهنا طالب منك السؤال تحسب له إياها عندي التلات وظل أحطوا التلاتة موجودة على طرفين مين يا جماعة الفترة إذا نمتشعب عندي التلات لازم أحسب يمين ولازم نحسب يسار نشوفهم إذا متساويين ولا لا فرح نيجي نحكي أول مرة النهاية للاقتران اتش الـ X لما الـ X تقترب من التلات من جهة اليمين بعدين بحكي له اللمت أو النهاية لنفس الاقتران اتش الـ X لما الـ X تقترب من التلاتة من اليسار طيب اليمين اتفقنانا وإنتم اللي عندها X أكبر دائماً ببلش يا جماعة القراءة من الأكس أكس أكبر من السالب 3 أكس أصغر من السالب 3 الأكبر هي اللي عندها إشارة الموجب هي اليمين الأكس أصغر هي اللي عندها إشارة سالب يعني اليسار طيب أنا بدي اليمين اليمين هي هاللي تحت شو الرقم اللي معك؟ واحد خلص قميتها واحد في الشي أكس أعوض مكانها 3 خلص لبلاش بتضلها واحد تمام؟ طيب شوفوا لي بالله اللي فوق عندي أكس زاد 2 هاي القاعدة من اليسار اتفقنا صح؟ فمكان الأكس بشطوبها يا جماعة وبحط 3 3 زائد لتنين شو الناتج؟ 5 طيب انتبهوا معاي حكينا قبل شوي إذا الجهة اللي على اليسار طلعت رقم والعليمين طلعت رقم والرقمين حكينا غير متساويين إذن مباشرة النهاية غير موجودة طيب أنا هون نفس اللي إش عملت من اليمين حسبتها طلعت رقم اللي هو واحد ومن اليسار حسبتها طلعت رقم اللي هو خمسة هل اليمين يساوي اليسار؟ هذي الواحد يساوي الخمسة؟ رح تحكولي بكل بساطة أكيد لا يا أستاذ غير متساويين إذن شو منستنتج؟ إنه النهاية لما إكس بتقترب للتلاتة بشكل عام لهذا الاقتران اللي اسمه إتش إكس شو ما لها؟ غير موجودة تلع إذن هيك أنا بكون يعرفت إنه النهاية جماعة غير موجودة لهذا الاقتران إذن في الاقتران المتشعب إما بتكون النهاية غير موجودة وإما النهاية بتكون موجودة لكن لما تكون معي زي هيك تعويض مباشر بعوض فيها الرقم وبرضو في عندي احتمال تكون غير موجودة واحتمال تكون إيش يا جماعة موجودة تمام؟ فهيك إن شاء الله بنكون خلصنا أول فكرة موجودة معنا في هذا الدرس تعالوا أنا وإنتوا ننتقل للفكرة اللي موجودة وراها الآن يا جماعة خلينا نكمل مع بعض بالفكرة الثانية اللي موجودة معنا بهذا الدرس لكن بحب أذكر كله بحب يفوت على قروبات الواتساب يا رابط التعليق بيتلاقوا رابط القروبات رح تلاقوهم بأول تعليق أو بعتلي على رقمي على الواتساب برضو بقدر أني أضيفك وإذا بتحبوا برضو تابعوني على الإستجرام هاي حسابي بحطي لكم يا تحت طيب الآن عندنا يا جماعة مثال اثنين شو بيحكيلي؟ إذا كانت النهاية لما إكس تساوي واحد ومعطيني هذا الاقتران بيحكيلي جد أو جد جواب هاي النهاية طب لما أنا بدي أحسب جواب هاي النهاية هون لازم أستعمل خصائص النهايات شو هي خصائص النهايات؟ إنها تتوزع لجميع العمليات يا جماعة جمع، طرح، ضرب، قسمة، جذر، أسس تتوزع للكل تمام؟ فهونا أنا بقدر أني أوزع النهاية معنى أني أوزع النهاية وينما في إكس بعوض مكانها قيمتها اللي هي العدد اللي بكون موجود تحتها شو العدد اللي معنا هنا؟ واحد إذن مكان كل إكس لازم أشيلها وعوض واحد عندي إكس تربيع بشيلها وبحط واحد عليه تربيع زائد عندي الخمسة بنزلها مكان الإكس بشطوها وبحط واحد ناقص الثلاث يلا واحد تربيع يعني هاي واحد زائد خمسة ضرب واحد يعني خمسة ناقص ثلاث نجمع واحد وخمسة ستة ستة ناقص ثلاث شو جواب النهاية يطلع؟ ثلاث بس هيك أستاذ؟ بس يعني كأنه إقتران وعوض لي فيه تعويض مباشر تمام؟ هيك بكون حسبت النهاية لهذا الإقتران عند الإش عند الواحد تمام تعالوا بلا نشوف النهاية لما إكس تقترب من الأربعة لهذا المقدار يلا وين ما في إكس؟ بدي أعوض مكان هالعدد فرح نيجي نحكي هاي جذر للكل وفوق عندي خمسة على مكان الإكس تربيع رح أشيلها وعوض أربعة يعني أربعة تربيع زائد تسعة وتساوي هاي جذر فوق خمسة على أربعة تربيع كم يا جماعة؟ ستعاش صح؟ ستعاش زائد تسعة وتساوي تحت الجذر وهي فوق خمسة على ستعاش زائد التسعة اللي هي عبارة عن خمسة وعشرين وتساوي طبعا الجذور يا جماعة أو الجذر بتوزع على البسط والمقام لأنه بتوزع على القسمة وعلى الضرب وهي الشغلات كاملة يا جماعة أنا حكيها في دورة التأسيس للي بيحب برضو يشوف دورة التأسيس ابعتلي كمان على الواتساب تمام بوزع الجذر على الخمسة جذر الخمسة ما إلها جذر بتظلها زي ما هي جذر الخمسة لكن الخمسة وعشرين إلها جذر يا جماعة؟ جذر الخمسة وعشرين كم؟ يعني خمسة شوفي عدد بضربه بنفسه مرتين بعطيني الخمسة وعشرين اللي هو أكيد الخمسة فرح يصير الناتج الأخير جذر الخمسة على خمسة انتهى حلها تمام؟ طيب هاي عوضنا في الأولى وعوضنا في الثانية نشوف بالله السؤال أتحقق معطيني فرح A وفرح B بده يعني أعوض قيمة الـ X اللي هي السالب واحد داخل الاقتران بدي أحسب النهاية يعني حكينا مكان كل X بنعوض سالب واحد طيب هاي في عندي X تربيع بشيلها وبحض سالب واحد وعليها تربيع ناقص عندي أربعة X يعني أربعة ضرب سالب واحد ناقص لاثنين ممتاز وتساوي طيب لما يكون يا جماعة في عندك سالب واحد والأس عدد زوجي السالب بطير وواحد تربيع كم؟ واحد أما إذا كان سالب واحد والأس عدد فردي زي الثلاث لا السالب بيظل وواحد تكعب بيظل هاي جماعة واحد ممتاز فهم انت في عندك سالب واحد تربيع أكيد السالب رح يطير ورح تصير واحد إذاً ثلاثة ضرب واحد كم يا جماعة? ثلاث صح؟ ناقص أربعة ضرب سالب واحد أربعة في سالب واحد موجب في سالب يعني سالب أربعة تمام ناقص اثنين طبعا السالب إذا لحقتها سالب شو بيصيرو ممتاز زائد ثلاثة زائد أربعة هاي سبعة سبعة إطرح منها اثنين شو الناتج يا جماعة الأخير خمسة إذن جواب هاي النهاية لما عوضنا فيها سالب واحد طلعي معنا خمسة وانتهى حلها ممتاز تعالوا نشوف مع بعض فرع بي يلا نفس الاشي يا جماعة معطيني جذر بسط ومقام بدويني أعوض مكان كل اكس بواحد تعالوا بلا نعوض رح نحكي هاي تحت الجذر ثلاث مكان الاكس بشيرها شو بعوض واحد تربيع زائد واحد على تحت عندي هاي اثنين برضو في اكس بشطبها وبعوض الرقام واللي هو واحد ناقص الخمسة وتساوي واحد تربيع واحد واحد ضرب ثلاث 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 زائد الواحد أربعة إذن صفها من فوق جذر الأربعة على تحت عندي اثنين بواحد يعني اثنين طيب اثنين ناقص خمسة يا أستاذ هون الإشارات مختلفة بطرح لأنهم مختلفة وشارة العدد الأكبر العدد الأكبر إشارته موجب إذن بطرح قصدي العدد الأكبر إشارته سالب بطرح خمسة ناقص اثنين ثلاث وشارة الكبير سالب صارت جذر الأربعة على سالب ثلاث هل هيك انتهى الحل؟ ظل بس نعرف جذر الأربعة كم؟ يعني شوف يعدد بضربه بنفسه مرتين بيعطيني أربعة أيوة أحسنته اللي هو الاثنين إذن اثنين على سالب ثلاث هذا هو يا جماعة الناتج الأخير تمام؟ تمام إذن هيك تعلمنا كيف يا جماعة نعوض رقم داخل النهاية كثير سهلة تعويض مباشر بس طيب الآن وإحنا بنعوض في التعويض المباشر إما بطلع معك ثلاث حالات أو خلينا نحكي أكثر من ثلاث حالات إما بطلع معك رقم يعني مرة سالب مرة موجب مرة كسر طيب وممكن يطلع معك يا جماعة قيمة غير معرفة ممكن يطلع معك الناتج أمرات صفر ممكن قيمة غير معرفة فبدنا نشوف إحنا ممكن نهاية غير موجودة بدنا نشوف إحنا هاي الحالات تعالوا بلا نشوف مثال رقم ثلاث هاي عندي فرعة واحد وفرعة اثنين فرعة واحد بدي أعوض مكان كل إكس سالب واحد في هاي كلياتها في النهاية كاملة فاي بحكي هاي أربعة مكان الإكس هاي بشطبها بحط سالب واحد وعندي الأس ثلاث ناقص يلا عندي هاي ثلاث بشيل الإكس شو بعوض مكانها برضو سالب واحد وما أنسى أنه فيها لها أس تربيع زائد هاي اثنين شيل إكس حط مكانها سالب واحد وعندك هنا زائد واحد تمام حكينا إذا فيه سالب واحد والأس فردي طلعوا زي هاي سالب واحد والأس عدد فردي بيظل يا جماعة الناتج سالب صح؟ يعني سالب واحد ضرب أربعة زي هيك سالب واحد ضرب أربعة موجب في سالب يعني سالب فرح تصير سالب أربعة هاي كاملة تمام ناقص هنا عندي سالب واحد أس اثنين عدد زوجي لما يكون عندك سالب والأس عدد زوجي السالب بيطير فبتصير موجب يعني موجب واحد ضرب ثلاث اللي هي ثلاث زائد اثنين ضرب سالب واحد اللي هي عبارة عن سالب ثلاث لأن الإشارات مختلفة زائد يا جماعة كام واحد تمام ويساوي أنا عندي سالب أربعة وسالب ثلاثة لإشارات متشابهة فبنجمع لكن الإشارات بتظلها نفسها سالب سالبة يعني فبتصير سالب سبعة وكمان سالب اثنين رح تصير هاي سالب سبعة وسالب اثنين يعني سالب تسعة سالب تسعة موجب واحد زي هيك سالب تسعة موجب واحد رح يصير يا جماعة إشارات مختلفة بطرح وإشارة الأكبر سالب يعني تسعة ناقص واحد كم يا جماعة واللي هي عبارة عن ثمانية فطلع معي الناتج الأخير كم سالب ثمانية هيك بكون عوضت العدد سالب واحد في جواب النهاية كاملة طيب إلا الفرع اثنين بدون يا جماعة أعوض لاثنين مكان كل اكس موجودة معاي تعالوا بلا نعوض اثنين تربيع يعني أربعة زائد اثنين ضرب اثنين كمان أربعة زائد واحد على اثنين تربيع هذه برضو أربعة ناقص شيل الأكس وحط اثنين زائد يا جماعة الواحد نجمع أربعة زائد أربعة ثمانية ثمانية زائد واحد يعني في البسط تسعة بالمقام أربعة ناقص اثنين يعني اثنين اثنين زائد واحد يعني تلات تسعة تقسيم ثلات شو الناتج يا جماعة الناتج الأخير تلات تمام هيك بنكون برضو حلينا أول فرعين من مثال الرقم ثلاث طبعا هنا في عندي أنا فرع ثلاث ما رح أحله للصراحة رح أخلي لجزء الثاني تمام لكن رح نحلنا وإنتوا مع بعض أسئلة من أتحقق من فهمي دقيقة بلنا نشوف الأسئلة من أتحقق من فهمي ما أعطيني فرع A وفرع B خلينا من طول المساحة نمسح هاي الجهة ونحل سؤال فرع A شي جماعة فرع A وفرع B أتحقق من فهمي طيب تعالوا بلنا نحلهم فرع A معطيك التالي إنه النهاية لما X بتقترب من السالب 2 لخمسة X تربيع ناقص 6X ناقص الخمسة عشر بدي أعوض مكان كل X سالب 2 رح نحكي يساوي هاي الخمسة مكان الـ X هاي بشطبها وبحط سالب 2 تمام ناقص 6 بشطب الـ X وبحط سالب 2 ناقص 15 ويساوي سالب 2 والأسعدة زوجي رح تطير السالب و2 تربيع كم؟ 4 فرح تصير 4 ضرب 5 ناقص عندي موجب ضرب سالب رح يصير الناتج سالب و6 في 2 هاي 12 ناقص 15 عندي 5 ضرب 4 يا جماعة اللي هي عبارة عن 20 وسالب السالب شو رح يصيره؟ موجب إذن زائد 12 ناقص 15 تمام 20 و12 هاي 32 32 32 ناقص 15 32 ناقص 15 رح يصفي معك الناتج الأخير كم يا جماعة؟ واللي هو عبارة عن 17 تمام؟ 32 ناقص 15 الجواب الأخير 17 ويحلينا فرع A من الأتحقق تعالوا بلا نشوف أنا وإنتوا فرع B والأخير معطيني يا جماعة هاي النهاية لما X بتقترب من الـ 2 لـ X تربيع ناقص X ناقص 2 على X زائد الثلاث بدي عوض هسا لـ 2 يلا نعوض 2 تربيع 4 ناقص مكان الـ X حط 2 ناقص وهي كمان 2 على 2 زائد الثلاثة كم؟ 5 تعالوا بلا نشوف البسط 4 ناقص 2 2 2 ناقص 2 كم؟ هاي 0 طيب 0 على شو فيه بالمقام؟ 5 طيب أستاذ 0 على 5 كم؟ دايما يا جماعة أي عدد أو مثلا خلنا نحكي 0 تقسيم أي عدد الجواب مباشرة 0 إذن 0 تقسيم 5 شو الناتج يا جماعة بطلع معنا؟ بطلع معنا 0 إذن ما أحكي لك 0 على سالب 100 بتحكي لي خلص الجواب مباشرة 0 تمام؟ طيب هيك يا جماعة إن شاء الله بنكون خلصنا الجزء الأول ظل علينا بس هنا إنه السؤال 3 وهنا برضو فرع C رح نحكي عنهم بالجزء القادم مع بقية الأمثلة الآن إذا بتحب برضو أول ما ينزل الجزء الثاني يوصلك إشعار على تليفونك لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل يا جماعة الجرس تمام؟ فبنشوفكم إن شاء الله بجزء الثاني رح ينزل خلال هاي الفترة نراكم على خير والله يعطيكم الفعافية